اشتركوا في القناة عنوان اللقاء تفسير رؤية الثدي للمرأة والرجل احيانا ممكن ارى ثدي صغير واحيانا ممكن ارى ثدي كبير وكلام للرجال والنساء واحيانا ارى اكثر من ثدي يعني من الممكن ان المرأة ترى ان لها اربعة في صدرها من الثدي طب ايه ده بقى يعني ثدي رابع وثدي ثالث وثدي خامس طبعا هو ده شيء يستحيل في الواقع لكن قضية المنامات انا دايما اقول ان المنامات ملهاش قعدة قد ارى فيها اشياء يستحيل وقوها في الواقع ايه معنى هذه الرؤية بداية رؤية تجاعيد في الثدي هذه الرؤية ومع شديد الاسف تدل على التمرد واحيانا تدل على الفقر المرأة المطلقة او المرأة الارملة حينما ترى اي واحدة فيهما لثديها وفيه لبن هذه الرؤية جميلة جدا لاي واحدة من المطلقة او الارملة لانها هذه الرؤية يعني تدل لها على الغنى بفضل الله تبارك وتعالى الثدي الصغير يدل على عدم الرضا رؤية المرأة المتزوجة لثديها في المنام هذه الرؤية بنسبة كبيرة جدا تبشرها بالحمل رؤية البنت العزباء لثديها تدل على الزواج رؤية ظهور ثدي ثالث او رابع او حتى خامس هذه الرؤية تدل على ان الرأي سوف يولد له بنت ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الرجل لثديه وراء ان ثديه كثدي المرأة مليء باللبن هذه الرؤية تدل على الدين ومع شديد الاسف ده بالنسبة لمن للرجل المتزوج رؤية الشاب الاعزب ان هناك لبن في ثديه هذه الرؤية تبشره بالزواج ان شاء الله تبارك وتعالى اما رؤية الرجل المتزوج لثديه العادي لاننا لسه يبدل الوقت لو رأى ان ثديه رأى ان ثديه مثل ثدي المرأة هذه الرؤية تدل على الدين اما حينما يرى ثديه العادي بالنسبة للرجل المتزوج فهذه الرؤية تدل له على المال وربما على منصب او ترقي في العمل او فتح فرصة عمل جديدة او كثرة اولاد ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية اي شخص سواء رجل او امرأة ان في ثديه لبن فهذه الرؤية كما ذكرت للرجل مذمومة تدل على الدين اما بالنسبة للمرأة تدل على الخير والرزق والمال ان شاء الله تبارك وتعالى من بعض الرؤى الجميلة حتى وان كان رجلا مع ان قلت اللبن في ثدي الرجل كثدي المرأة ورأى نفسه كذلك تدل على الدين هذا لو انه شخص مثلا مبسوط ماديا انما لو شخص فقير ركزوا في هذا التفصيل هنا رجل وهنا رجل اللي شاف الرؤية ده رجل غني الرؤية دي بتدل على ضيع بعض امواله وربما سوف يستدان هيندين يعني لكن اللي شاف نفس الرؤية رجل مثل هذا الرجل لكنه في الحقيقة فقير هذه الرؤية تبشره بالغناء ان شاء الله تبارك تبارك تعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا